السلام عليكم متابعي دراما سبور تالف مبروك لمنتخبنا التأهل لبطولة كأس آسيا والفوز على منتخب فيتنام بنتيجة واحد صفر والتأهل من المجموعة بأربع انتصارات من دون خسارة أو تعادل دتائج رائعة مباراة جيدة للمنتخب ما نسية إطلاقا وفي عدة عوامل كانت إيجابية جدا ممكن نحكي عنها بهذا الفيديو لكن المهم أنه فاز منتخبنا أيها الشباب غنوا أصغروا عيشوا حياة العز عيشوا بالروح المعنوية العالية سوف يا صديق العزيز بالنسبة لهذه المباراة تحديدا كان من المتوقع أن لاقي منتخب فيتنام عم بيحاول يضغط على منتخبنا للفوز لأن نتيجة التعادل هي بالأساس لصالح منتخبنا منتخبنا عم بيلعب على نتيجة التعادل ونتيجة الفوز بينما منتخب فيتنام بيحتاج للفوز لحتى يتأهل بشكل مباشر من دون الدخول بحسابات لكن واضح جدا حتى منتخب فيتنام كان خايف من منتخبنا كان خايف بشكل كبير جدا ببناء الهجمة كان بطيء كان عم يبحث عن التعادل أكتر من منتخبنا اللي دخل للمباراة بتشكيلة هجومية يعني برافو للكابتن محمد عقيل اللي دخل للمباراة بنفس التشكيلة وبنفس المستوى وبنفس الريتم اللي كان عم بيلعب فيه أمام بوتان وأمام بنجلاديش وأمام غوام يعني ما دخل خائف من منتخب فيتنام ما دخل ومرعوب من منتخب فيتنام حكينا يعني بالفيديوهات السابقة بين منتخب فيتنام ما نو أحسن مننا لحتى ندخل للمباراة الأخيرة ونبحث فقط عن التعادل لا بنا ندخل للمباراة ونبحث عن الفوز منتخبنا كمستوى ما فينا نقول مستوى ممتاز خصوصا بالشورط الأول وحتى بالشورط الثاني كانت المباراة نوعا ما مملة وهذا الأمر طبيعي جدا طيب ليش طبيعي لأن انت عم تحكي عن آخر مباراة بالتصفيات وبهاي المجموعة المستوى البدني للعيبة فيتنام وللعبة منتخبنا منخفض يعني منتخبنا ما في يلعب بمستوى بدني عالي ما في يعمل سبرينتات عالية طول المباراة لأن اللاعب خلص انتهى تقريبا فبالمحصلة انت عم تحكي عن آخر مباراة مع فيتنام اللي عم يتنافس معك على التأهل على بطاقة التأهل المباشر هي بالفعل صعبة جدا بدنيا ليش؟ لأن انت لعبان مع بوتان ولعبان مع بنجلادش ولعبان مع غوام ونفس الامر منتخب فيتنام فهذا الموضوع الناحية البدنية لازم ناخدها بعين الاعتبار بأن لا منتخب فيتنام كان قادر انه يلعب معنا بشكل بدني قوي ولا منتخبنا كان قادر أساسا يلعب مع منتخب فيتنام بشكل قوي هون تكمن طريقة الانتشار مستوى اللاعبين الفردي كيف اللاعب ممكن يتحكم بالحالة البدنية للدقيقة تسعين وهذا الشيء أجاده منتخبنا بشكل ممتاز من ناحية طريقة الانتشار كان منتخبنا انتشاره صح منتخبنا واثق من نفسه الضغط على حامل الكرة كان جيد بمجرد ما منتخب فيتنام بيوصل للتلت الهجومي لمنتخبنا بتلاقي الافتكاك بشكل سريع يعني لعيبة منتخب فيتنام ما شكله خطورة هائلة على مكسيم صراف إطلاقا حتى دفاعنا كان نوعا ما مرتاح أكتر من دفاع منتخب فيتنام اللي كان عم بيعاني من بعض الأخطاء بالانتشار حتى بالضغط لكن منتخبنا ما كان قادر حتى يلعب منتخبنا المراوغ مثل أنس الدهان أو يمتلك مهارة مثل محمد مصطفى ما عندهم القدرة يعملوا هذا السبرينت القوي لأن ما عندهم هاي القدرة البدنية بالوقت الحالي أربع مباريات كان الموضوع صعب جداً ما بد يحكي عن الجمهور الموجود لأن هذا المنتخب الشابع بكل صراحة استعد بشكل جيد حتى دورة الوفاء بالتواجد الجماهيري تأقلم اللاعب يعني اللاعب كان واضح جداً داخل المباراة ما عم بيفكر بالجمهور الفيتنامي زهنياً حاضر عجبوني يعني من هاي الناحية بشكل كبير بأن الناحية الزهنية كانت جيدة لدى منتخبنا في لعيب اتطوروا على مراحل يعني مثلاً إذا حكينا عن أحمد كالو كابتن منتخب سوريا للشباب هذا اللاعب بمباراة بنجلادش والمباراة الثانية بمباراة بوتان كان أحد اللاعب اللي بصراحة ما كنت شايف فيه حتى أنه يستحقي تواجد بالتشكيلة حالياً غير لي وجهة نظري بالكامل يعني أنا أنا بفرح بفرح لما لعب يغير لي وجهة نظري يعني يعطيني مستوى يعطيني أداء ويعطيني طريقة لعب واستلام وتسليم وافتكاك كرة بشكل جيد بقول شابو إذا ممكن مباراة بنجلادش أو مباراة بوتان ما كان بيومه فبالتالي هذا هو المستوى اللي أنا بدي إياه أحمد كالو كان فارق بآخر مبارتين سواء أمام غوام أمام فيتنام كان متحكم بخط وسط منتخبنا بشكل جيد ويسام دخان يعني يا هيك المغتربين يا بلى بتجيب لعب من دوري أوروبي بتجيب لعب بهذا الفكر بهذه الطريقة بهذا الهدوء بهذا الاسلوب بهذا الاستلام بهذا الكنترول لا لا ويسام دخان مقنع جداً لعيب لعيب ومن ناحية خفض ريتم المباراة وتسريع ريتم المباراة فهمان كرة قدم فهمان كرة قدمه بريح بصراحة كمان حسن محمود اليوم شارك بشكل أساسي ظهير اليمين اللي انتقدته من الناحية الهجومية لكن من الناحية الدفاعية أنا بعرفه لحسن محمود لعيب يعني ممتاز جداً من الناحية الدفاعية وحتى ممكن يلعب قلب دفاع فاليوم قدم أفضل من الجميع يعني حسن محمود اليوم كان نجم المباراة طيب ليش؟ لأن حسن محمود ما شارك بالمباراة الأخيرة فكان جاهز بدنياً كان قادر أنه يعمل سبرينت قادر يضغط على اللعب الفيتنامي اللعب الفيتنامي ما كان قادر أنه يجاري حسن محمود بدنياً فدخول حسن محمود كان أمر إيجابي قرار جيد من المدير الفني أنه يلعب بحسن محمود بالتشكيلة الأساسية لأنه واضح جداً أنه قرأ المنتخب الفيتنامي من ناحية الأطراف عندهم هاي السرعة طبعاً نحنا كنا عم بنعاني من الجهة اليسرى المنتخب الفيتنامي بجهة محمود العمر وأنس الدهان لأن أنس الدهان ما كان عم بدافع بشكل جيد ومحمود العمر أكيد كانت عنده وظائف هجومية أكثر وكمان كان مرهق بدنياً هذا الشيء لازم نأخذه بعين للأعتبار حتى قلبي الدفاع إذا بنا نحكي عنه العبد الرحمن العرجة وممدوح وردة أنا بعرف أنه هاللاعيبة بالأساس لعيبة خط وسط يعني بشكل عام أنا بتذكر عبد الرحمن العرجة لعب خط وسط أكثر من كونه لعب قلب دفاعه ونفس الأمر ممدوح وردة أعتقد بمنتخب الناشئين كان بيلعب خط وسط لكن الشيء الإيجابي الشيء المميز أنه المدير الفني عم يختار لعيدة خط وسط لقلب الدفاع خط وسط ارتكاز لقلب الدفاع ليش؟ لأنه بيعرف يبني الهجمة بيعرف يمرر ما نلاعب متسرع التسرع وين كان؟ مو من قلبي الدفاع أطلاقاً قلبي الدفاع قدم ومباراة كتمركز ممتاز جداً لكن التسرع كان من الجهة الهجومية لما بتحكي عن محمد مصطفى وأنس الدهان ويوشع كناج اللي كان التسرع واضح جداً وكمان إذا بنا نحكي عن الجملة التكتيكية منتخبنا بحاجة بالحالة الهجومية كون المدير الفني لكابتن محمد عقيل هو فكر هجومي شفناه مع تشرين بكأس العرب كان يلعب هجوم ما بيلعب دفاع يعني يختلف عن الكابتن أيمن الحكيم مدرب محلي وهذا مدرب محلي كمان لكن الكابتن محمد عقيل يلعب هجوم ما بيلعب دفاع ما بيحب الحالة الدفاعية بيحب يضغط ويحب يبادر بالحالة الهجومية لكن كمان إذا حاولت تبادر بالحالة الهجومية لازم تكون فيك بعض الجملة التكتيكية المحفوظة لدى اللاعبين يعني أنا حسيت أنه اللاعبة بالحال الهجومية التسرع كان واضح أحياناً عدم القدرة على القرار يعني الحالة الوحيدة اللي كان فيها قرار كان من أنس الدهان بالتزديد التزديدة اللي عملها أنس الدهان واللي كانت ممكن يتسجل فيها الهدف هي كانت التزديدة الوحيدة وبعد حصلنا على ركنية وعملها عرضية وسجل المنتخب البيتنامي اللاعب البيتنامي بمرما فالجمل التكتيكية نحن بحاجة أنه اللاعب المهاجم لما توصل للكرة لاعب الجناح أو لاعب خط الوسط المتقدم صانع الألعاب يعني يكون حافظ موضوع المسلسات موضوع فتح المساحة موضوع اللمس والباص موضوع القرار بالتزديد فيه أحياناً بتلاقي أنه اللاعب عنده مجال للتزديد ما ياخد هذا القرار يعني كمان هذا الأمر يعني بانتظار مشورة المدرب ولا بانتظار شي معين هذا الأمر يعني خاطئ بشكل كلي اللاعب لما توصلوا للكرة لازم يكون أساساً حافظ على الأقل جملتين ثلاثة تكتيكيات أحياناً الحل الفردي مناسب لكن بشكل عام لازم يكون فيه جمل تكتيكية أكتر بالحالة الهجومية لما بتكون الكرة معنا بالتلت الهجومي ببقية المراكز الانتشار بصراحة جيد يعني بصراحة جيد من أكتر المنتخبات السورية اللي أقناعتني من ناحية الانتشار اللاعب صاروا بيفهموا شو عم كل لعب شو عم يعمل بنفس مركز يعني هذا الشي اللي كان آهر يعني بصراحة كنت مكهور جداً بمباراة بوتان يعني حسيت أنه ولا لعب حافظ المركز لأ بمباراة فيتنام كل لعب عرفان شو عم يعمل تحديداً بالملعب عرفان وظيفته بشكل كامل فقط بالتلت الهجومي فيه مشكلة حقيقية طبعاً أنا سدهان لا تعليق لعب بمستوى مختلف اليوم ما سجل هاتريك لكن اليوم عجبني جداً بالقرار بالتزديد أنا سدهان بيحتاج أكيد أكيد بيحتاج لأنه يتطور من ناحية المراوغة من ناحية الحالة البدنية من عدة نواحي بيحتاج فيها للتطور بس لعب يعني لعب مختلف لعب بمستوى مميز جداً ومستقبل إن شاء الله رح يكون باهر لهذا اللعب أكيد فيه ناس رح تقول طي ما منتخب فيتنام منتخب ضعيف منتخب سهل أنا حكيت مجموعتنا سهلة يعني مجموعتنا بوتان وبنجلادش وغوام سهلة ما بتحتاج للتطبيل بس منتخب فيتنام ما نو منتخب سهل نعم نحن بالسنوات السابقة انسى لي السنوات السابقة لما كنت عم تتهل حالياً منتخب فيتنام من المنتخبات القوية يعني بتحت عن غوام وبوتان وبنجلادش إذا قلت لي منتخب قوي أو متطور بزعل منك بس إذا حكيت عن منتخب فيتنام وبيلعب على أرضه وأمام جماهيره لا هون الفارق واضح جداً فالمباراة ما رح تكون سهلة على اللاعبين يعني بالنهاية أنت عم بتواجه منتخب تصنيف وجيد لذلك تم اختيارك كأول للمجموعة وكمستضيف للتصفيات فبالتالي ما تم اختيار مثلاً منتخب عادي جداً معك بالمجموعة مكان منتخب فيتنام يعني موضوع التصنيف كمان مهم فبالتالي منتخب فيتنام تصنيفه جيد ما عم بحكي عن تصنيف الرجال عن فريق الرجال عن تصنيف الفيفا لا تصنيفه آسيوياً كمنتخب شباب فبالتالي لازم ناخد هذا الشي بعين الاعتبار النتائجه السابقة كمان كانت جيدة المنتخب الفيتنامي على صعيد الشباب والناشئين نتائجه ما بتكون يعني سيئة أو كارثية فبالتالي لما بتواجه هذا المنتخب وبتتحكم بمجرى المباراة وبتخلي منتخب فيتنام يتقوقع دفاعياً يعني أحياناً بتلاقي دقيقة كاملة ولعيبة منتخب فيتنام عم يمرروا لبعض ما عندهم أي حلول هجومية منتخب فيتنام أكيد يعني المدرب كان سيئ بإدارة المباراة بطبيعة الحالة يعني ما بعرفان المنتخب الفيتنامي ما يحافظوا يعني بشكل جيد بس أكيد يعني كان خائف جداً يعني خايف خايف بشكل مو طبيعي من لعيبة منتخبنا وأعتقد جازماً لو منتخب الفيتنامي بادر بالهجوم كان رح يأكل أهداف من محمد مصطفى ومن أنس الدهان ومن يوشع كناج اللي ما كانت عم توصل له كرات بشكل عام لكن عجبني الانتشار انتشار الضغط ما كان ضغط عالي بشكل كامل ما كان ضغط عالي لكن كان انتشار صح ثلاث لعيبة متقدمين بمجرد ما وصلت الكرات لمناطقنا للتلت الدفاعي كان الافتكاك عم بيصير بشكل مباشر وأحيانا كان الافتكاك بنصف الملعب فهذه الأمور يبنى عليها هذا المنتخب بحاجة استعداد بشكل أفضل الاستعداد السابق كان جيد للتصفيات لكن هذا المنتخب بحاجة استعداد بشكل أفضل من هيك بحاجة لعيبة آخرين بحاجة بدلاء بكل المراكز بحاجة لاعب بنفس موهبة أنس الدهاني حلل لك مشاكل بنفس موهبة بالحالة الهجومية لاعب قلب هجوم وأيضا لعيبة خط وسط يعني انت بحاجة لعيبة خط وسط والحالة الدفاعية الأصغرة هي المشكلة الأساسية لدى منتخبنا انحلت بشكل جزئي بمحمود العمر هجوميا وحسن محمود دفاعيا لكن هذا المنتخب بحاجة أظهرة بشكل كامل بمركز حراسة المرمى واضح جدا بأن الحارسين يعني المستوى متقارب ما بدي أحكي عن مكسيم صراف ولا سويدان لأن الأخطاء موجودة لدى حراس المرمى بصراحة لكن بيبي هاي المباراة تحديدا ما تلقى مكسيم صراف أي فرصة فبالتالي وكان واثق من نفسه وواضح جدا يعني ما كان في خوف من لعبة فيتنام وهذا الشي اللي عجبني بشكل كبير يعني اللاعب السوري لما بيفوت بموضوع التعادل والفوز يبحث أكتر عن التعادل لا منتخبنا ما كان باحث عن التعادل منتخب فيتنام هو اللي كان باحث عن التعادل منتخبنا كان واثق من نفسه هذا الشي عجبني جدا على كل حال هذا الشي حاب أحكيه عن مباراة منتخبنا وتأخل منتخبنا كتير مبسوط بالنتيجة على الأقل المستوى الفني بحاجة التطور لكن أنت مقبل على بطولة كأس آسيا بحاجة استعداد بشكل مغاير بشكل مختلف تماما الاستعداد السابق أنا مدحده بشكل كلي من اتحاد القدم لكن الاستعداد الحالي لازم يكون أقوى وأقوى وأقوى لحتى هذا المنتخب يعني نعمل منه نتاج ثلاثة إلى أربع لاعبين ممكن مستقبلا نشوفهم من اللاعب البارزين بسوريا ليش لا؟ فنعجبكم الفيديو يكون بصح وخير وسلام